ازايكو? عاملين ايه? وحشتوني جدا نهاردة فيديو جديد وحاجة آآ عايزة افتحها معاكم. والفيديو ده والله متأخر. بس آآ مش مهم. فيديو النهاردة حاجة كده لكل الناس اللي شعرها بايز وتالف وكل حاجة. آآ هقولك على مجموعة حلوة كده وغايلة ممكن تجربية تحللك كل دوت. فتابعوا معي الفيديو للاخر. وهنفتح الشنطة مع بعض. في يلا لايك وسبسكرايب. وفاصل صغير جدا وارجعلكو على طول. نبدأ باسم الله في فيديو النهاردة. ودي مجموعة رويال جيلي. دي معروفة جدا بقت موجودة على الفيسبوك. آآ يعني عام لسيت ما بعد وبعد كده. دي آآ لي علاج الشعر التالف. والمتجعد والمتقصف. آآ بتجيلك الباكيج بنفس الكارتونة كده او بالعلبة كده. هتلاقي من الناحية دي بيكون موجودة بتاعتها الفوائد والمزاية طبعا هي مفيهاش فورمالين خالص. والناحية التانية كمان هنلاقي طريقة استخدامها. بالعلبة بتجي بالشكل القيم دوت. آآ تعالوا بقى نفتحها مع بعض ونشوف آآ من جوه هيكون فيها ايه? طبعا انا بحاول ان انا اوريلكو من جنب كده الحاجات التفاصيل بتاعتها اللي بتكون آآ موجودة فيها. اول حاجة معنا كده ده حمام الكريم. حمام الكريم اكتر حاجة في المجموعة دي تميميزها وخلتها آآ تعمل دقة كبيرة للشركة ديت. لان حمام الكريم لوحده كفيل لعلاج التلف بتاع الشعر ده. بصوا بقى هو بالبروتين وزيت الاركان. آآ دي مجموعة من زيود طبيعية بتعالج كل مشاكل الشعر. لانه بيغلف الشعرية وكمان بيقويها وبيفضل الشعر طاري كده الفترة طويلة وكمان مش هيش. بصوا اللعبوات بتاعتك كبيرة آآ يعني كيلو تقريبا. كل العبوات بصراحة كبيرة مس سغيرة. تعالوا بقى هفتحها معيكو عشان تبقوا كونوا معارفين آآ شكلها بيجي عامل ازاي عشان تبقية عارفة اني ده منتج اصلي آآ مش متقلد. هو غالبا مش هنلاقي في منه تقليد خلص. تمام? هو بيجي بالشكل دوت بتبقى بتفتحي العلبة بتبقى شبه العلب بتاعت التونة والكده. بصوا هتلاقوه بتفتحي بنفس التكة ودي بقى شكلها من برة. وكمان هتلازم عليها العلبة نفسها بيقى آآ آآ الكلام بتاعها بيقى محفور جواها كده. انا بحاول ان انا والله صورت لكم آآ بييد واحدة المراتي عشان تبقوا عارفين. بصوا انا حاولت بقى ان انا فتحتها لوحدي آآ الريحة جبارة. الريحة تحفة. تحفة تحفة. وشكلها والملمز بتاعه زي ما انتم شايفين. بصوا تقيل وكريمي. وفي لمعة حلوة. بجد طر الشعر جدا جدا جدا. بجد جبوه. خلاص كده تعالوا بقى بصوا. ده السيرم آآ بتاع الشعر اللي بييجي معاه. عايز اقول لكم انتم لما هتشتروا المجموعة ديت اللي هي الشامبو والبلسم وكمان الحمام كريم. بتاخذي السيرم بتاع الشعر دوت معاه هدية. آآ السيرم لوحده برضو حكاية تانية خالص رحت وتجنن بصراحة. السيرم ده لوحده عامل متين وشوية. مس انت بتاخذيه هدية مع الباكتش دي. الباكتش دي تقريبا كلها آآ عاملة ستتمائة جنيه. والشحن بيكون فري لما تطلبين. آآ ده شكل العلبة بتاعته. تعال اقول لكم شوية على فوائد. اصلا رويل جيلي دي ايه. بصوا بقى هو بيساعد على تكسيف الشعر وكمان بيفرد وينعم الشعر بشكل ملحوظ بعد اول مرة. كمان بيعالج الجفاف والتقصف والتجعيد اللي بتكون في الشعر. وحلوة اوي للناس اللي عاملة بروتين او كرياتين او فيلر كمان آآ في شعرها. آآ بيعالج كمان للناس اللي بيكون عاملة على طول سبغة في شعرها اللي هو التلف آآ او من السبغة او من الفرد. انا محبش جماعة للناس اللي بتفرش شعرها ممكن تهتمي به. وتاخذي كمان افكتة احتلة لشعرك مع الاستمرارية. بلاش موضوع الفرد ده لانه غلط جدا جدا وكمان قدم يعني. دي بقى كانت الهداية بتاعة المجموعة لما تشتريها وانا بصراح بحب الهداية جدا. نيجي بعد كده بقى للشامبو وكمان الحمام الكريء اللي بييجي معهم. بوسوا هتلاقي مكتوب عليها وان ومكتوب عليها الشامبو والبلسم بتاعه. الحجمة بتاعها بيكون كبير زي ما انتم شايفين كده بيكون حجمها كيلو. هيقعد معاكي كذا شهر. يعني ممكن يقعد معاكي من تلات اربع شهور. آآ بجد المجموعة كلها تجنن. تعالي بقى اقولك على حاجة مهمة جدا بالنسبة لحمام الكريم هتستخدمي ازاي. بتقسمي الشعر خصلات. وبتدهني من اول الجزور لحد الاطراف. وبعد كده بتلبسي بونيه بتسيبيه بقى لمدة عشرين او تلاتين دقيقة بكتير نصف ساعة. بعدها بتشتفي شعرك بالشامبو. آآ عايزة تحطي فيه امبولات كولجنك برضو هتلاقي في نفس المجموعة دات ممكن تحطي معاها. او تستخدمي كمان البلسم بتاعب. شوفي بقى شعرك بعدها هيبقى عامل ازاي فرد اكينك عاملة بروتين وتحفى جدا. في زيوت طبعية وزيت ارجان بالجد هيخلي شعرك طريق اوي اوي. حابة بس اقولك حاجة مهمة جدا. حمام الكريم لو طلبتي لوحده ده سعر ومتين وخمسين. آآ حمام الكريم بيتلوريال جيلي آآ خالي من الفورمالين. كمان بيدي مرونة او بيعيد المرونة وكمان الشعر بيخليه متقلق كده. آآ كمان بيخليه فيه لمعة حلوة اوي اتعجبك. اساسا انت لما هتستخدمي المجموعة دي انش تبقي محتاجة ان انت تدهني. تخلي كمان بقى لما يدوكي كمان السيرم بتاعه وغدية انت هيخلي شعرك عامل الزي. هيخليكي اصلا بعد كيا ما تستخدميش اي انواع تانية هتستخدمي المجموعة دي وبس حمام الكريم لوحده بيرفيوم حلو وهيخلي شعرك رحته تجنن. وكمان لو معيته آآ مراية كده. بس كده وصلنا لنهاية الفيديو. اتمنى ان انا اكون في التوكو في فيديو النهاردة. وتعملوا لايك وسبسكرايب الفيديو. لو في اي حاجة عايزين تسألوني عليها ممكن تسألوني في الكومنتات. وان شاء الله هرد عليكم. ويتشايروا الفيديو مع اصحابكم. لو في حد جربوا آآ تقولوا لي تجربتكم كانت ايه عنها. آآ بس ولو في اي وصفات او اي حاجة ممكن تقولولي برضو عليها. شوفكم على خير في فيديو جديد. ولو كدومتم دايما حلوين. ومع السلامة.